مرحباً جميعاً، كيف حالكم؟ الآن سنبدأ من أجهزة جديدة، جديدة 3 أجهزة جديدة 3 لديها أجهزة جديدة المتحدة في أجهزة جديدة ولكن هنا سنبدأ أجهزة جديدة أو أجهزة جديدة عن المتحدة الأجهزة جديدة عندما تتكلم عنها في أجهزة جديدة أجهزة جديدة لكن لدينا فقط المفرد الغائب أخذنا المفرد الغائب أخذنا فقط المفرد الغائب اللي هي هي أو شها أو أت و هذا في أجهزة جديدة و أجهزة جديدة 1 أخذ المفرد الغائب مع المفرد الغائب مع المفرد الغائب مع المفرد الغائب المفرد الغائب الغائب عندما كان الفاعل الغائب اللي هو إز و آم و آر في المفرد الغائب الغائب هذه هي ما كنتمين عندما تتكلم في المقبلات الماضية عن هذه الثلاثة هذه الثلاثة التي قلت لك أنك يجب أن تتكلم على المقبل الأول المقبلات الماضية يتكون من ثلاث حالات و أي زمن يتكون من ثلاث حالات الثلاثة المثبت هي الثلاث سؤال الرئ few beispielsweise الثلاثى حالة الثلاث حالة الثلاثحة الثلاثحة الثلاثة الثلاثة الأول السؤال الرئيسة الثلاثة الجزيرة حالة المثبت You must put the first Subject الفاعل الفاعل I You We You They He She It All This And Offset About That Then الفاعل وأي شيء يعوض عن ذني أيضا ممكن يتخلي مكانه And after that You Put A verb A main verb فاعل رئيسي مو مثل To be مرات يجي فاعل رئيسي ومرات يجي فاعل مساعد And After A compliment This is Adverb of place هذا ظرف مكان In the New York I live in In New York أنا أعيش في وجهة التكملة على شكل ظرف زمان I'm sorry ظرف Adverb of place ظرف مكان But You Must Note What The Difference Between This Verb And This Verb This Verb Is Not Contained As Third Person Singular Come Only تأتي فقط only come with if the verb if the subject is singular and present simple إذا كان زمن الزمن الجملة مضارع والفاعل مفرد نخلي S هسو تسألني تقلي I will you أيضا مفرد صحيح but احنا ايش نعتور I ومير المتكلم يعني انه انا احكي عن نفسي فمن انا احكي عن نفسي ماكو شخص تالف يعني انا جاي اتحدث عن نفسي مع شخص U ضمير المخاطب ايضا مفرد ويأتي ايضا جميع ايضا انا وشخص U are انت ضمير مخاطب لكن من اقول هو من اقول هو اذا انا جاي اتحدث انا وياك جاي اتحدث عن شخص تالف فهذا هو الفرق انا وياك جاي اتحدث عن شخص شخص غائب ثالث فهذا الاس يمثل الشخص الغائب الثالث اس نقطة ايضا انا اتحدث عن نفسي اكل اتحدث عن خصص لتيرفه متوفير نفسي اتحدث بالفرق without s this is a positive in negative in negative in negative what's the difference between there's a difference between negative i negative means make they um معناها جعل الجملة من في شوان تخلي جملة من في شوان تخلي جملة من في if you remember in unit one there to be there to be if there إذا كان الفاعل هاد الفاعل verb to be شنو معناه إذ وآم وآر بس لاحظه هنا إذا كان الفاعل إذ وآم وآر وردنا أن ننفي الجملة إذا ردنا أن ننفي الجملة نخلي فقط بعد الإز والآر والآم هذا إذا كان الفاعل verb to be أما إذا كان main verb فعل رئيشي مثل يعيش يركض يلعب all these verbs إذا ردنا ننفيه إذا كان الفاعل if 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 the subject was I we you they when we make it negative you must put don't يعني إحنا إذا ردنا من في هاي الجملة لازم نخلي نجيب من عندنا don't إذا كان الفاعل they you we I إذا كان الفاعل واحد من ذلك الأربعة نخلي don't من عندنا we 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 and we 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 اذا كان الفاعل يوشيهВت من جماعه الغائب المفرد لازم نخليデظنت قبل الفعل الرئيسي اذا كان الفاعل إذا كان الفاعل يوشيكانię مُحسب don't before the main verb but if the subject he she ate you must put doesn't before a main verb this is different this is a very different when the the verb verb to be so there seems to have a difference between can York so there is no so far C and корr only both not after it if there is no so much a rule بعدهم و أكترني في الجملة لكن هنا إذا بدأنا الفعل الرئيسي الفعل الرئيسي أما don't or doesn't before the main verb قبل الفعل الرئيسي نخلي doesn't or don't doesn't or don't you choose it according to the subject واحنا نختار doesn't or don't اعتماده حسب الفعل إذا كان if the verb of the sentence I, we, you, they you must put don't or he, she, it you must put doesn't okay this is a second case and the third case رحالة الثالثة negative I'm sorry question a question when you make a question with yh question عندما تريد أن تسوي سؤال ب ب بأداة سؤال تخلي ببالك أول مرة تخلي أداة السؤال وراها الفعل المساعد وراها الفاعل وراها الفعل الرئيسي الجملة هذا سؤال بأداة السؤال اعتبر لتعرف why 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 y why why and after it an absolutely and after plus Subject Plus Main Where Do I Where Where Do Where Do You Live Where Do I Live Where Do They Live Where Do You Live لكن أين يحب؟ أين يحب؟ أين يحب؟ أين يحب؟ أين يحب؟ أيضاً يأتي مع هي هي او وي ذي حسنًا عندما نقوم بتقديم مشفيعي المستمتع نحن نقوم بتقديم مشفيعي المستمتع على الفعل يجب أن تقوم بتقديم الفعل المساعد نحن نقدم الفعل المساعد على الفعل فيصبح سؤال هل تحب أن تلعب لعبة الأوراق ؟ هل تحب أن تذهب للعبة الأوراق ؟ هل تحب أن تذهب خارجة في يوم الحرارة ؟ يوم الأحد this is yes no question but this this question must the answer answer of this question must be with yes or no يعني السؤال السؤال بتقديم الفعل المساعد لازم يكون الجواب مالي أما yes أو no أما yes أو no أي سؤال يصير بتقديم الفعل المساعد على الفاعل لازم يكون الجواب أما yes or no yes I do no I don't yes we do no we don't yes they do no they don't بس لاحق إذا كان الجواب بyes في الفعل المساعد يبقى مثبت إذا الجواب بno في الفعل المساعد يجب أن يصبحنا في okay yes we do no we don't that's right thank you very much goodbye bye